بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مدل له ومن يدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد أبده ورسوله أما بعد فيا أيها الطلاب القرماء أأزني الله وإياكم جميعا معنا الآن درس من دروس مدتي التوحيد التوحيد أهم ما يجب على المؤمن العناية به تعلما وتعليما وعملا لأنه بالتوحيد يدخل المؤمن الجنة وينجو من الجنة وينجو من النار أيها الإخوة وكما تعلمون أن التوحيد أو الأكيدة من أشرف العلوم وَأَعْلَاهَ مَنْزِلَةً وَقَبَلَا أَنَّبْدَ من الصبحة التاسئة الأمر الثاني عليكم التركيز أحسن ما يمكن أثناء سَمَا بَيَانْ وَشَرْحِ هذا الدرس لكي لا تفوتكم الفوائد الموجودة من هذا الدرس الأمر الثالث يجب عليكم مُرَوْجَأَتُمَا دَرَسْنَاهُ بِأَمْفُسِكُمْ مَرَّةً أُخْرَ لِأَنَّ الْإِلْمَ مَا ثَبَتَ إِلَّا بِالتَّقْرَرَ فَالْآنَ نَخْطُ إِلَى الْوَحْدَةِ الْأُولَى لَا نُطِلُ عَلَيْكُمُ الْمُقَدِّمَةِ فَنَدَخُلُ مُبَاشَرُةً إِلَى الْوَحْدَةِ الْأُولَى مِنْ كِتَابِنَا هَادَةً الموضوء التوحيد وأقسمه نعم التوحيد وأقسمه نقبل أن ندخل إلى تمهيد أريد أن أذكر لكم أحضب دراسة هذه الوحدة بعد دراسة هذه الوحدة يتوقع منكم أو يرجى منكم أيها التلاب الإستطاعة بأن تعرفوا ما هو التوحيد يعني يعني ربط التوحيد ربط تعريف التوحيد إما لغطا وإما شرعا يعني إذا سألك سائل وسألك ما هو التوحيد استطوءت أنت أن تجيبه وكذلك يتوقع منك أيها التالب أن تستطيع أن تذكر وتبين أقسم التوحيد إن جاءك رجل مسلا وسألك وسألك أن أقسم التوحيد فإنك الإجابة على سؤاله وبعد أن أردت تعريفه وأقسمه جدير بك مهم أن تعريف كذلك أدلته نعم الآن ندخل وننظر إلى التمهيد معنى التمهيد هو المقدم التمهيد معنى مقدم نعم نقر هذا التمهيد أولا الإيمان معنى عام والتوحيد جزء منه بمعنى أن التوحيد جزء من الإيمان فالإيمان فالإيمان شامل أي جامع لإيمان العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَالتَّوْحِيدُ دَخِلٌ فِي رُقْنِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تَعَلَى فَلَيَسِهُ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ تَعَلَى إِلَّا بِتَوْهِدِهِ سُبَحَانَةً معنى الْكَلَام معنى هذا الْكَلَام هو لا يكون الرجل مؤمنا مادام لم يوهد الله أما إذا وَهَدَ الله فَيَكُونُ مُؤْمِنًا وَيَسِهُ إِيمَانُهُ هِنَئِذٍ أَيْوَ الْإِخْوَةَ الْكُرَمَاء وَالْأَئِزَّ فَمَا تَعْرِفُ التَّوْهِدُ وَمَا أَكُسَامُهُ الآن إِنْدَنَا تَعْرِف التَّوْهِدُ التَّوْهِدُ كَلِمَةٌ سَمِئْنَاهَا كَثِيرًا وَمِرَارًا لَكِنَّ الْمَقْسُودَ مِنْهُ رُبَّمَا لَمْ نَعْرِفْ وَلَمْ نَبْهَمْ جَيِّدًا وَلِذَلِكَ خِلَالَ هَدْ الدَّرِسِ نُرِيدُ أَنَّشُرُحْ لَكُمْ نُرِيدُ أَنَّشُرُحْ لَكُمْ مَالْمُرُودُ بِالْتَوْهِدِ لُوْغَةً كَانَ اَوْ شَرْأَن اَيْ إِسْتِلَاهَنَ أَمَّا تَعْرِفُ التَوْهِدِ لُوْغَةً فَهُوَ مَسْدَرُ وَحَدَهُ وَيُوَحِدُهُ تَوْحِيدًا 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 مَسْدَرًا مُشْتَقُّنْ مِنْ فِيْلِ وَحَدَاً يُوَحِدُ فَعْلَاً يُفَعْلُ تَفْئِيلًا تَوْحِيدًا تَوْحِيدًا بِمَعْنَا جَعَلَهُ وَحِدًا أي فَرْدًا هذا makna التَوْحِيد لُوْغَةً ثُمَ نَخْتُو إِلَى تَعْرِيفِهِ شَرْءًا أَمَا تَعْرِف التَوْحِيد شَرْءًا فَهُوَ إِفْرَادُ اللَّهُ تَعَالَ فِي رُبُوبِيَتِهِ وَأُلُوهِيَتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ إِفْرُودُ اللَّهُ تَعَالَ فِي رُبُوبِيَتِهِ وَأُلُوهِيَتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ مَأْنَاهُ تَوْحِيدُ اللَّهُ تَعَالَ فِي رُبُوبِيَتِهِ وَأُلُوهِيَتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ رُبُوبِيَتِهِ وَأُلُوهِيَتِهِ الْأَسْمَاءِ وَصِفَاتِ مُصْطَلَحَاتٌ سَيَأْتِي بَيَانُهَا بِي أَقْسَامِ التَّوْحِيدُ ثُمَنَخْتُ إِلَى أَقْسَامِ التَّوْحِيدُ وَصَمَ الْأُلَمَاءُ التَّوْحِيدُ إِلَى سَلَاسَةِ أَقْسَامٍ الكِسْمُ الْأَوَّلُ تَوْحِيدُ الْرُبُوبِيَةِ المُرَادُ بِهِ إِفْرَادُ اللَّهِ بِأَفْعَالِهِ سُبَحَانَةِ فَهُوَ الْخَالِكُ الْرَازِكُ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ لِأُمُورِ خَالْكِهِ جَمِيعًا مَا مَعْنَا هَذَا الْكَلَامِ مَعْنَا هَذَا الْكَلَامِ وَتَوْحِيدُ اللَّهِ بِأَفْعَالِهِ سُبَحَانَةِ بِمَعْنَا أَنَّ اللَّهَ سُبَحَانَهُ وَالْخَالِكُ وَحْدَهِ لَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْرَازِكُ وَحْدَهِ لَا رَازِقَ إِلَّا اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَهُ وَالْمَالِكُ وَحْدَهِ فَلَا مَالِكَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهِ وَلَا مُدَبِّرَ لِأُمُورِ خَالْكِهِ جَمِيعًا إِلَّا اللَّهُ لَا مُحِيَا وَلَا مُمِيْتَ إِلَّا اللَّهُ هذا معنى توهيد الربُبِيَّة دَلِيلُهُ قَالُهُ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضُ فِي سِتَّةِ أَيَّابِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْأَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ قَالُ اللَّهُ تَعَالَى وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أيها الإخوة ما زلنا في الكسم الثاني من أقصام التوحيد وَهُوَ تَوْهِدُ الْأُلُّهِيَةِ مَالْمُرَوْدُ بِتَوْهِدِ الْأُلُّهِيَةِ مَالْمُرَوْدُ بِهِ هُوَ إِبْرَوْدُ اللَّهُ بِالْعِبَادَةِ تَوْهِدُ اللَّهُ بِأَفْآلِ الْإِبَادَةِ أَلَّتِ أَمَرُهُمْ بِهَا فَيَكُونَ تَصَرُّفُ جَمِئْ أَنْوَاءِ الْإِبَادَةِ لِلَّهِ وَحْدَةِ لَا شَرِكَ لَهُ مثل الدعاء والخوف والتوكل والإستعانة والإستعادة فَلَا نَدَعُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَخَوَفُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَتَوَكَّلُ إِلَّا عَلَى اللَّهُ وَلَا نَسْتَعِينُ إِلَّا بِاللَّهُ وَلَا نَسْتَعِيذُ إِلَّا بِاللَّهُ هذا makna Tauhid Al-Uluhiyyah نُعْتِ جَمِئَا أَنْوَاءِ الْإِبَادَةِ لِلَّهِ فَقَدْ فَأَمَّا دَلِلُهُ فَقُلُ اللَّهِ تَعَالَى وَلَقُدَ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا فَنِعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِبُوا الطَّوْقُدْ وَلَقُدَ بَأَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا بَأَثَ اللَّهِ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا فِي كُلِّ كُرْنٍ مِنَ النَّاسِ وَطَوْئِفَةٍ رَسُولًا وَكُلُّهُمْ يَدَعُوا إِلَى إِبَادَةِ اللَّهِ وَيَنْهَى عَنْ عِبَادَةِ مَاسِوَةٍ وَمَأْنَا الطَّوْقُدْ كُلُّ مَنْ رُدِيَ أَنْ يُعْبَدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَكُلُّ مَا أُبِدَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهُوَ رَوْدٍ وَتَوْهِدُ الْأُلُّهِيَةِ وَيُسَمَّا عَيْدُونَ تَوْهِدَةً وَالْعِبَادَةِ الآن نَخْتُ إِلَى بَيَنْ الْكِسْمِ السَّلِسِ مِنْ أَقْسَمِ التَّوْهِدِ هو تَوْهِدُ الْأَسْمَاءِ وَالسِّفَاتِ مَا الْمُرُودُ بِهِ؟ المُرُودُ بِتَوْهِدِ الْأَسْمَاءِ وَالسِّفَاتِ إِثْبَاتُ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ تَعَلَى لِنَبْسِهِ وَمَا أَثْبَتَهُ لَهُ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى وَالسِّفَاتِ الْعُلَى أَلَى الْوَجَهِ الَّذِي يَلِيكُ بِجَلَالِ اللَّهِ وَعَذْمَتِهِ مِنْ غَيْرِ تَحْرِيفٍ وَلَا تَعْتِيلٍ وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ وَنَبْئِو مَا نَفَاهُ اللَّهُ أَنْنَبْسِهِ وَنَفَاهُ أَنْهُ رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَعْنَى تَوْهِدِ الْأَسْمَاءِ وَالسِّفَاتِ وَهُوَا الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا وَرُدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ الثَّابِتَةِ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ وَسِفَاتِهِ اللَّتِ وَسَفَى اللَّهُ بِهَا نَفْسَةِ أو وَسَفَاهُ بِهَا رَسُولُهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَلَى الْحَكِيقَةِ وَيَتَدُمَّنُ إِثْبَاتُ نُؤُوتِ الْكَمَالِ لِلَّهِ بِإِثْبَاتِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَةِ وَمَا تَتَدُمَّنُهُ مِنْ سِفَاتِهِ فَمِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى الثَّابِتَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ الرَّحْمَانِ وَيَتَدُمَّنُ سِفَةَ الرَّحْمَةِ وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ السَّمِيءِ وَيَتَدُمَّنُ سِفَةَ السَّمْئِ وَالْعَزِيزُ وَيَتَدُمَّنُ سِفَةَ الْعِزَّةِ وَالْحَكِيمُ وَيَتَدُمَّنُ سِفَةَ الْحِكْمَةِ وَالْقُدِيرُ يَتَدُمَّنُ سِفَةَ الْقُدُرَةِ سُبَحَانَهُ وَتَعَالَى هذا هو معنى توهيد الأسماء والصفات أيها الإخوة الفدلاء ودواصلنا إلى نهاية ما نريد أن نشرحه لكم ونتعلمه سويا ولله الحم فباكيا لنا تلخيسه لعلنا نفهم هذا الدرس أكثر وأحسن قُلَسَةُ الْقَوْلِ نَكُولُ بِأَنَّ التَّوْحِيدُ مَأْنَاهُ لُوَتًا جَعَلَهُ وَاحِدُ وَأَمَّا شَرْءًا فَهُوَا تَوْحِيدُ اللَّهِ فِي رُبُوبِيَتِهِ وَأُلُوهِيَتِهِ وَأَسْمَائِهِ وَسِفَاتِهِ ثُمَّا قُسَّمَا الْعُلَمَاءِ التَّوْحِيدُ إلى ثلاثةٍ تَوْحِيدُ الْرُبُوبِيَةِ تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَةِ تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالْصِفَاتِ الْإِمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ وَاحْدَهُ الْخَالِكُ الْرَوَازِكُ الْمُدَبِّرُ فَهُوَ تَوْحِيدُ الْرُبُوبِيَةِ الْإِمَانُ بِأَنَّ اللَّهَ وَاحْدَهُ الَّذِي يَسْتَحِكُ أَنْ يُعْبَدُ وَتَصَرُّفْ جَمِئٍ أَنْوَاءِ الْإِبَادَةِ لَهُ وَاحْدَةِ مِنْ أَفْعَالٍ وَأَقْوَالٍ وَأْتِكُودَاتٍ فَهُوَ تَوْحِيدُ الْأُلُوهِيَةِ إِمَانُنَا بِأَنَّا لِلَّهِ الْأَسْمَاءَ الْحُسْنَةِ وَالصِّفَاتِ الْعُولَى على ما يَلِيكُ بِجَلَالِهِ فَهُوَ تَوْحِيدُ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ هذا هو تلخيس الذي يَهُمُّنَا كَثِيرًا فَمَنْ إِنْدَهُ سُؤَالٌ فَلْ يَسْأَلْ أَبَرَوْا الْرِسَالَةِ وَأَكُولُوا لَكُمْ بَارُكَ اللَّهُ فِيكُمْ وَشُكْرًا جَزِيلًا أَلَى مُشَارَكَتِكُمْ وَحُسْنِ إِسْتِمَائِكُمْ نَخْتَتِمْ بِدُعَا كَفَارْتِ الْمَجَلِسِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَدْ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ